اعوذ بالله من شاطرها جيب بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي طلبات وطلبات الصف الخامس الابتدائي سلام الله عليكم ورحمة وبركاته النهاردة ان شاء الله هنقوم بشرح الفصل السادس من قصة عبد الرحمن ابن عوف والفصل بعنوان المستشار المؤتمن المستشار المؤتمن المقصود به هنا عبد الرحمن ابن عوف فقد كان مستشارا للرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ برأيه في كل الأمور أو الأمور الهامة كذلك كان مستشار مؤتمن بالنسبة لسيدنا ابو بكر الصديق ومن بعده سيدنا عمر ابن الخطاب ومن بعده عثمان ابن عفان كان هناك صفات معينة في عبد الرحمن ابن عوف جعلته مؤهلا لأن يكون مستشارا مؤتمنا للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللخلفاء الرشدين من بعد في الفصل ده ان شاء الله هنعرف ايه الصفات اللي جعلت عبد الرحمن ابن عوف يكون مستشار مؤتمن لهؤلاء الصحابة وللرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الفصل بيقول لي عرف عبد الرحمن ابن عوف بسعة الأفق هنا هنبدأ نقول الصفات المهمة في عبد الرحمن ابن عوف سعة الأفق ونضوج الرأي والأمانة على الأسرار والأنفس والأموال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمنه على كل عزيز لديه ويأخذ برأيه في المشكلات التي لا يحب أن يطلع أحد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يأخذ رأي عبد الرحمن ابن عوف فأي مشكلة تواجهه وخصوصا المشكلات اللي ما كانش الرسول يحب أن هو يعرف بها حد فكان بيأتمن عليها عبد الرحمن ابن عوف لأنه كان أمين وكاتوم للأسرار إذا بلغه أحد بسر أو اتمنه على أمانة فإنه لا يفشي هذا السر ولا يخرج هذه الأمانة بالإضافة لذلك فكان يمتاز بسعة الأفق كان عقله واسع كسير الإطراق رأيه ناضج يعني إذا أبدأ رأيه في موقف معين فإن الرأي ده بيكون رأي سديد بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين عرف قدر عبد الرحمن ابن عوف عرف أن الرجل ده له قدر كبير وعلشان كده أبو بكر الصديق اختاره علشان يكون مستشار له من بين مجموعة من الصحابة اختارهم أبو بكر عشان يكونوا المستشارين بتوعه هو كان واحد من المستشارين دول اللي اختارهم سيدنا أبو بكر الصديق وكانوا من الصحابة العزماء طبعا فسيدنا أبو بكر الصديق جمع حوالينه مجموعة من الصحابة علشان يسألهم في الموضوعات المهمة اللي بتخص المسلمين ويستشارهم ويأخذ برأيهم ويشاركهم الرأي كان من ضمنهم زي ما قلنا عبد الرحمن ابن عوف وعمل لهم مجلس اسمه مجلس شورة مجلس شورة زي مجلس الشورة اللي احنا بنعرفه في هذه الأيام فكان سيدنا أبو بكر الصديق لا يقضي في أمر من أمور المسلمين إلا لما يعرض على مجلس الشورة ده هذا الأمر يعرض عليهم هذا الأمر الأول وياخذ رأيهم فيه فكان بيأخذ بمبدأ الشورة ومبدأ الشورة مبدأ أهم جدا كان بيعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناه إنه هو ما كانش بيعمل أي حاجة تخص المسلمين غير لما يسأل كبار الصحابة يا طرق أعمل الحاجة دي ولا ما أعملهاش من ضمن الحاجات اللي استشار فيها أبو بكر الصديق عبد الرحمن ابن عوف استشاروا في صورة المرتدين والمرتدين دول ناس دخلوا في الإسلام وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا مرة تانية لدين الكفر اسمهم مرتدين ارتد يعني رجع رجع من دين الإسلام إلى دين الكفر والعيز بالله مرة ثانية فاستشاروا أبو بكر الصديق في صورة المرتدين في حربهم يعني وهم زي ما قلنا الناس اللي خرجوا من الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تبقى عارف مين هم المرتدين واستشار عبد الرحمن ابن عوف في الحملات التي أصرع يبعثها لحربهم يعني كان بياخد رأيه في الحملات أو الغزوات اللي كان بيبعثها علشان يحارب هؤلاء المرتدين ويرجعهم مرة تانية إلى جماعة المسلمين كذلك استشاره أبو بكر الصديق استشار عبد الرحمن ابن عوف في تجهيز الجيوش كانت متجهة إلى الشام علشان تحارب الروم دي يعني أمثلة من الحاجات اللي هو كان بيستشار فيها عبد الرحمن ابن عوف حرب المرتدين وتجهيز الجيوش التي كانت تخرج لمحاربة الروم في الشام كذلك استشاره في أمر آخر وهو في من يوليه الخلافة من بعده يعني سيدنا أبو بكر بياخد رأيه عبد الرحمن ابن عوف بوله إيه رأيك بعد أنا مموت من يصلح من المسلمين أنه هو يتولى الخلافة بعديه والكلام ده كان بعدما مرضى أبو بكر الصديق وحس يعني أنه قرب من النهاية وأنه قرب أنه يتوفى فحب يختار واحد من المسلمين علشان يكون خليفة من بعده يتولى أمر المسلمين فاستشار عبد الرحمن ابن عوف ممكن نختار مين فلأن أبو بكر الصديق كان خايف من مصير المسلمين لو تن مكانه فوضي يعني ما فيش واحد يتولى أمرهم ما فيش أمر المؤمنين يعني ولا خليفة وإن هو سبهم ومحددش لهم قائد خاف عليهم من الفتنة يعني وخاف أن هم يختلفوا زي ما اختلفوا في مكان كان اسمه ثقيفة بني سعيدة وثقيفة بني سعيدة هم كان اجتمعوا فيه الأنصار بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يختاروا خليفة منهم يكون يتولى أمرهم بعد وفاة الرسول واختلفوا فيما بينه فأبو بكر الصديق خاف إن المسلمين يعملوا كده مرة تانية ويختلفوا زي ما اختلفوا في ثقيفة بني سعيدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الاختلاف ده ما بيجيبش غير الشر للمسلمين وخصوصا ان رقعة الدولة الاسلامية اصبحت كبيرة ومعديتش صغيرة زي الاول يعني فيه بلاد كتير فتحها المسلمين ونشروا فيها الاسلام والناس اللي دخلوا في الاسلام اصبحوا متنوعين عرب وغير عرب واجناس كثيرة وانتشرت الجيوش في كل مكان من بقاء الارض بيحربوا الفورس وبيحربوا الروم في العراق والشام فيعني الاسلام ما عادش زي الاول الاسلام الحمد لله كتير ووسعت البلاد اللي انتشر فيها الاسلام وقاطر الناس اللي دخلوا في الاسلام فما ينفعش ان المسلمين يقعدوا ولو حتى يوم واحد من غير خليفة ينظم امورهم فكان رأي سيدنا ابو بكر متجه ناحية عمر بن الخطاب هو كان حابب ان سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي يمسك خليفة للمسلمين بعد وفاته لانه كان واثق فيه وصحبه طبعا من فترة طويلة وعارف انه هو راجل حريص على دين الله وكان عنده شدة في الحق يعني كان بيخاف على الحق وبيخاف على دين الله لكن سيدنا ابو بكر الصديق مرضيش ان هو يفرضه على الناس يعني ان هو مش راضي يقول للناس انا هعين لكو عمر بن الخطاب لاحتمال ان يكون في ناس ما هو مش عايزينه او مش راضين به فهو حاب ان هو يأخذ رأيهم اولا قبل ان يفرضوا عليهم فنجأ الى مبدأ الشورى علشان لتكون توليته باختيار المسلمين علشان يكون هم اللي مختارينه مش هو اللي فرضوا عليهم يكون دا بالردهم وباختياره فدعى اصحاب الشورى اللي هما احنا قلنا هو اختار مجموعة من الاصحابة العظام وجعلهم مستشارين له وكان بيعملوا مجلس اثنو مجلس الشورى كان لما يبقى فيه امر مهم بيجمحهم وبعدين يستشيرهم في الامر اللي هو عايز يستشيرهم فيه فطبعا الامر ده مهم اللي هو تعيين خليفة بعده فجمع بالفعل اصحابه اللي هم المستشارين دول عشان يستشيرهم في هذا الامر. هم كانوا اكتر من واحد. فبدأ بمشهورة عبد الرحمن ابن عوف. اول ما استشار استشار عبد الرحمن ابن عوف هم قاعدة. وسأله ما رأيك في عمر ابن خطاب واستخلافه. يعني هو عمر ابن خطاب. رأيك في اي عبد الرحمن ابن عوف? يصلحن يكون خليفة للمسلمين? فطبعا آآ عبد الرحمن ابن عوف اثناء عليه. اثناء عليه يعني شكر فيه. شكر في عمر ابن الخطاب. طبعا سيدنا عمر الخطاب ما حدش يقدر يقول فيه اي كلام وقال انه خير من يصلح يعني هو افضل واحد يصلح ان هو يكون خليفة للمسلمين يبقى معنى كده ان عبدالرحمن بن عف ايه شكر عمر ابن الخطاب ما قالش عليه حاجة بس كان له تعليق صغير او قد كده هو قال ان هو يصلح بس هو يعني ايه شديد وقاسي شوية كده غليز يعني شديد وقاسي فسيدنا ابو بكر الصدق طمن مين طمن عبدالرحمن بن عف وقال له ايه قال له لا تخف يا عبدالرحمن يعني ما تخافش من القسوة او من الغلزة اللي هي بيتصف بيها عمر ابن الخطاب وليه انت شايفة فيه لان الغلزة دهية ما هيش طبع فيه وليست دائمة يعني هو مش طبع ان هو قاسي وانما هو عشان بيشوفني انا رقيق القلب فبيشده وما ينفعش احنا الاتنين نشده وما ينفعش احنا الاتنين نبقوا نرخي يعني ما ينفعش نرخي احنا الاتنين وما ينفعش نشده احنا الاتنين فعمر ابن الخطاب لما بيلاقي ابو بكر كده رقيق في بعض الامور فبيشده و لكن لما بيلاقي ابو بكر شديد فبيرخي هو يعني واحد بيشد واحد بيخ زي ما بيقول فهو بيقوله ان الغلزة دي ما هيش طبع فيه وانما هو بس عشان بيشوفني انا ساعات ببقى رقيق فبيبدا هو يبقى شديد يعني فكمل سيدنا ابو بكر وقال له يا عبدالرحمن اذا صار الامر اليه يعني لو تولى عمر ابن الخطاب الخلافة حيترك الكثير مما هو فيه يعني حيسيب صفات كتير من اللي هو مشتهر بيها واللي منها الغلزة والقسوة و قد لاحظته يا ابا محمد ابا محمد دي طبعا نقصد به عبدالرحمن بن عوف لان احنا قلنا هو انجب ولده سماه محمد فبيقول له وقد لاحظته يا ابا محمد فوجدت فيه رقة ده سيدنا ابو بكر بيقول عبدالرحمن بن عوف انا كنت ملاحظ عمر ابن الخطاب فلاقيته هو فعلا رقيق يعني عنده رقة ما هوش قاسي ولا حاجة اذا غضبت على احد في شيء اراني الرضا عنهم واذا لنت له اراني الشدة عليه يعني لما زي ما قلنا من شوية كده لما يلاقيني انا شاد على واحد يعني بيلين هو ولما يليني لين قوي فبيشد هو فمعنى كده زي ما قلنا ان الشدة والغلزة ما هيش طبع لسيدنا عمر ابن خطاب وسكت قليلا ثم قال له من اللي سكت بقى ابو بكر الصديق سكت شوية كده وبعدين قال ليه عبدالرحمن بن عوف وعلى ما يبدو من هذا الكلام ان هو كان بيجيب المستشارين واحد واحد من غير ما كلهم يبقوا موجودين مع بعض يعني كان بيستشير كل واحد فيهم من غير ما يبقى موجود مع التاني بدليل ان هو قال له ايه استحلفك بالله يا ابا محمد قال لا تخبر احدا بشيء مما جرى بيننا يعني سيدنا ابو بكر بعد ما خد رأي عبدالرحمن بن عوف في عمر ابن الخطاب وخلصوا الكلام قال له يا عبدالرحمن بتكلمش حد وما تجيبش سيرا حد عن الكلام اللي انا قلته لك ده واني انا كلمتك عن عمر ابن الخطاب واني انا عايزه يبقى خليفة للمسلمين وانا عارف كويس ان انت كتم للأسرار يعني انا مش محتاج اقولك ما تقولش لحد لان عارفك انت راجل بتكتم السر وشديد اليقيم بخطر افشائي يعني انت عارف ان الاسرار لما بتطلع والواحد بيفشيها يعني بينشرها ممكن يكون لها خطر شديد ثم دعا بعده غير وغيره احنا قلنا دول مستشارين بأخدهم واحد واحد وبدأ يستشروا وعرف رأيهم كلهم فعمر ابن الخطاب لما عرف رأيهم كلهم املى كتاب العهد بالخلافة لعمر لما تأكد ان هم كلهم شكروا فعمر ابن الخطاب راح كتب وصيته ان هو اختار عمر ابن الخطاب عشان يكون خليفة للمسلمين بعديه وده فيه صالح المسلمين يعني ده المصلحة المسلمين ولما تولى عمر ابن الخطاب ما نساش طبعا عبد الرحمن ابن عوف وما نساش الصفات الكويسة اللي فيه ولذلك جيه عمر ابن الخطاب كمان بعد ابو بكر واختاره علشان يكون واحد من اعضاء مجلس الشورى يعني زي ما كان واحد من مستشارين ابو بكر الصديق اصبح الان هو برضو من مستشارين عمر ابن الخطاب فلمع في مجلس شورى عمر ابن الخطاب يعني كان ظاهر كده واضح وكان رأيه ايه سديد وابدى الكثير من الاراء الصائبة يعني اديهم اراء كتير في كثير من الموضعات وكانت اراء صحيحة سواء بقى في امور الحرب وامور السلم كان يسر اليه عمر ابن الخطاب الكثير من اسراره زي ما سيدنا ابو بكر كان بيعمل كان سيدنا عمر ابن الخطاب احيانا بيحكي له اسرار كتير فهو ما كانش بيقولها الحد وكان بيعجب كمان بالكثير من مشهوراته وكان بيعمل بالمشهورة بتاعته عمر ابن الخطاب كان لما بيستشيره في موضوع من الموضعات الخاصة بالمسلمين كان بيعمل بمشهورة عبد الرحمن ابن عوف فعندما هناخد برضو امثلة زي ما خدنا امثلة في الحاجات اللي استشار فيها ابو بكر الصدق عبد الرحمن هناخد امثلة برضو الحاجات استشار فيها عمر ابن الخطاب عبد الرحمن دي ايه مثلا قال لي عندما اراد عمر بن الخطاب طبعا ان يبعث الجيوش الى بلاد الفرس علشان يحربوا هناك يبعث جيوش المسلمين لبلاد الفرس علشان يحربوا الفرس وسأل الناس عم من يوليه قيادتهم فقال العم سير بهم يا امير المؤمنين وسير بنا معك يعني هو عمر بن الخطاب بيسألهم يا طر الجيش اللي حيطلع يحارب اطلع انا معاه ولا ابعت واحد يكون فارس وقائد وبطل من الابطال وافضل انا في المدينة هو بيسألهم فكان رأي الناس يعني عمت الشعب يعني الناس الموجودة قالوا له لا انت روح معاهم واطلع انت وتبقى انت القائد بتاعهم بس عمر بن الخطاب ما كانش ده رأيه يعني ما كانش عايز يطلع ويكون هو قائد الجيش فيعمل ايه دعا مجلس الشهرة الناس اللي بيستشرهم علشان يستشرهم في الموضوع ده وسألهم عن رأيهم فتشاوروا فيما بينهم وتغلب رأي عبد الرحمن بن عوف وكان رأي عبد الرحمن بن عوف هو نفس رأي عمر بن الخطاب ان هو ما يطلعش هو قائد للجيش لا ده هو يبعت واحد تاني يكون ثقة ويكون كويس ويقعد هو في ايه في المدين ليه بقى الاسباب عن قناهن قلنا تغلب رأي عبد الرحمن بن عوف ايه هو رأيه بقى ان هو يبعت امير المؤمنين امير يبعت امير المؤمنين على الجيش رجلا قويا يعني ما يطلعش هو بنفسه لا ده يبعت واحد يقوم بطل وقوي من الصحابة ويظل هو في المدينة يعني يفضل هو في المدينة مع المسلمين ما يبقاش هو قائد الجيش ولما الجيش يحتاج جنود يبعت لهم ولما يحتاجوا يستشاروا في رأي يقول لهم الصح فان حلفه النصر يعني لو الجيش انتصر كان كده ده اللي احنا عايزينه هو كان كده تمام وإلا يعني لو الجيش ما انتصرش او تعصر او حصلت مشكلة يبعت واحد تاني غير اللي هو كان بعت ويبعت قائد اخر يعني يكون افضل من القائد الاولين وكان مما قال في تأييد ذلك الرأي يعني من الحاجات اللي قالها عبد الرحمن عشان يأيد رأيه ان عمر ما يطلعش يا قائد للجيش قال له ايه قال له اقم يا امير المؤمنين وبعث قائدا ده الكلام بالنص بقى وبعث قائدا خبيرا يعني ما حد يكون خبير بالحروب يعني مش اي واحد فلو اتهزم الجيش لقدر الله فما يكونش فيه خطر عليك مثل هزمتك انت يعني انت لما تطلع انت وتتهزم هيبقى شكلة وحش قوي وهتبقى فالخطر على المسلمين ايه يعني شوف بقى لما يبقى عمر بن الخطاب اتهزم في معركة نما لما تبعت حد قائد على رأس الجيش ويتهزم الجيش مش هيبقى يعني ايه خطر قوي زي ما انت تكون انت المهزوم وكمان انت لو قتلت في اول الامر يعني انت لسه في البداية فانا خايف ان المسلمين طبعا يهتزوا ويرتدوا ويكون فيهم ناس كتير يرتدوا عن دين الله مثلا فعمر بن الخطاب كان مبسوط جدا برأي عبد الرحمن بن عوف لانه كان موافق رأيه يعني كان متفق معه في الرأي واختار قائد خبير وبعثه فعلا على رأس الجيش يعني جعله قائدا للجيش فراحوا فعلا الفرس ودهموهم وطحنوا افيالهم طحن واطفقوا نيرانهم وابطل خطرهم يعني قدوا عليهم وانتصر المسلمين والحمد لله في المعركة دي فبيقول لي كمان ولو صحبة عبد الرحمن الطويلة للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وسلم عبد الرحمن بن عوف نحن من اول ما قلنا في بداية القصة كان هو وابو بكر والرسول التلاتة دول كانوا اشد الاصحاب واحب الاحباب لان الفروقات حتى هما لما قلنا كانوا قريبين من بعض في الجوار وكانوا التلاتة بيشتغلوا مع بعض يعني بمهنة واحدة وهي التجارة وكانوا قريبين من بعض في السن فبيقول لي لصحبة عبد الرحمن الطويلة للرسول صلى الله عليه وسلم لانه صاحب الرسول فترة طويلة ولازمه فترة طويلة كان حافظ كتير من الاحاديث النبوية الشريفة لانه كان كل الرسول ما بيقول حديث كان بيبقى موجود معه فحافظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام الاحاديث دي يعني هو حافظ احاديث ممكن تكون مش موجودة عند كثير من الصحابة يعني في كثير من الصحابة مش حافظين الاحاديث اللي هو حافظها ليه بقى؟ لانه كان ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم فبيقول لي هنا ايه؟ طب ده هيفيدنا في ايه بقى؟ قال لي فلما تم فتح الشام لما المسلمين فتحوا الشام ونشروا فيها الاسلام رأى عمر بن خطاب رضي الله عنه ان هو يروح الشام يذهب الى شام عشان ينظم امورهم بعد ما انتشر فيها الاسلام ويزبط حياتهم وكان في هذا الوقت مرض الطعون منتشر في الشام وده مرض خطره شديد وحصد الكثير من الناس يعني موت كتير من الناس في الشام فلما اقترب عمر بن خطاب من الشام مقبل ما يدخلها يعني هو قرب منها كده هو الاستراعية مقبل ما يدخل الشام فيه ناس قابلته قابلها امراء الاجناد يعني كل واحد طلع امير على الجيش قابلوه في الناس منهم قابلوه لو امردوه بتاعوا الجيوش واخبروه بخبر ذلك الوباء الحصد قالوا له انت رايح فين ده انت هتدخل الشام ده مرض الطعون منتشر في الشام وانت لو دخل ممكن يصبك لقدر الله وتموت بهذا الوباء لان الناس كتير ماتت به فرح سيدنا عمر واقف مكانه ولا هو اللي عارف يرجع المدينة ولا هو اللي عارف يدخل الشام يعني مش حكاية انه مش عارف انه مش قادر لا وخايف يكون رجوعه المدينة يعني فيه شيء محرم وخايف انه هو يدخل فيصب الوباء فوقف مكانه متردد وجمع الصحابة واستشارهم هو يعمل ايه يرجع المدينة مرة تانية ولا يدخل الشام فاختلفوا يعني ناس ألت له ترجع وناس ألت له لا انت تدخل الشام يعني ما دهوش رأي برضو ايه الرأي الصحيح او الرأي اللي هو عايزه يعني في ناس منهم بتؤيد ان هو يدخل الشام وبيدلوا ادلة على رأيهم وناس تانية بتؤيد ان هو يرجع المدينة وبيدلوا ادلة على رأيهم فهم كده توهوا خالص وما بقاش عارف يعمل ايه فأراد أمير المؤمنين أن يجد شيئا من كتاب الله والسن قالك لا ونا لسه بقى أستنى رأيهم واحد يقول لي اه واحد يقول لي لا ده أنا عايز دليل من الكرآن او دليل من السنة يقطع هذا الامر يعني يدينا رأي النهائي فملقاش دليل عند حد ولا حديث ولا آية وفي الوقت ده ما كانش موجود معاهم سيدنا عبدالرحمن ابن عوف واثناء ما هم عملين يتجدلوا وياخدوا ويدوا في الكلام وكل واحد يقول رأيه إذا بعبدالرحمن ابن عوف يقبل عليهم لقينا عبدالرحمن ابن عوف جاي عليهم هم عملين يتكلموا في الموضوع ده ووجدهم كده متحيرين ومش عارفين يعمل قوي ولما عرف أن أمير المؤمنين يا طبعا عمر بن الخطاب بيبحث عن سند سند يعني دليل من الكتاب أو السنة علشان يعتمد عليه في القطع بالرأي في أمر الطاعون تذكر ما لديه وقال مسرعا قال له بس أنا عندي دليل أنا عندي دليل أنت ما تدخلش الشام ما تدخلش ده كان رأيه عبدالرحمن ابن عوف قال له أنت لسه ما دخلتش هو ما تدخلش بقى أنت ترجع للمدينة مرة تانية وأنا عندي دليل على الكلام ده فقال له إيه عندي يا أمير المؤمنين من هذا علم يعني أنا عندي معرفة سمعت كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيخص الموضوع اللي أنت فيه دلوقتي الكلام ده بيقول إيه بيقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض يعني لو أنتوا سمعتوا أن مرض الطاعون ده منتشر في أرض فلا تقدموا عليه يعني ما تدخلوش الأرض دي وما تدخلوش البلد دي ولو وقع بأرض وأنتم بها يعني لو لو انتشر المرض ده في بلد وانتوا موجودين فيها فما تطلعوش منها ما تطلعوش منها وتقولوا لا ده أنا هطلع بقى عشان ما تعديش من الناس لا ما تطلعش خلاص أنت كده زي في منطقة عزل كده أنت هتوقع تفضل تاني هاقعد لكم الحتة دي الحتة دي معناها لو أنت في بلد وانتشر فيها مرض معين ما تطلعش منها ما تطلعش من إيه ما تطلعش من البلد دهية لازم تفضل موجود فيها ولو أنت لسه هتدخل البلد ديت وعرفت أن فيه مرض مانتشر فيبقى ما تدخلهاش ما تدخلش من البداية فهنا تهلل طبعا تهلل وجه عمر ابن الخطاب وقال في السرور قال طبعا هو فرحان لأن كده ربنا نجاه بقول مين بقول عبد الرحمن ابن عوف وقال له إيه خزانة ابن عوف الأمين مملوئة علما وآدبا ومالا يبقى من اللي قال الكلام الحلو ده بقى سيدنا عمر ابن الخطاب وقاله المين قاله في عبد الرحمن ابن عوف سيما قلناه إمتى لما كان حاب بيدخل الشام وكان منتشر فيه مرض الطعون فحب يسأل حد هل يدخل ولا يرجع المدينة مرة تانية فقال له عبد الرحمن ابن عوف هذا الكلام وهذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الذي وفقني به إلى الصواب يعني الحمد لله إن ربنا وفقني برأي عبد الرحمن ابن عوف إلى الرأي الآي الصواب ثم أمر الناس أن ينصرف وقال لهم خلاص احنا حللنا كده المشكلة كل واحد بقى يروح مكان وعاد بالمسلمين اللي معاه إلى المدينة مرة ثانية وربنا كده نجاهم من هذا الوباء وهو الطعون وحمدوا ربهم على إن رهو أنقذهم منهم وظل عبد الرحمن بجانب عمر رضي الله عنه مستشارا محمود الرأي عنه مستشار رأيه سديد ورأيه جميل وكان عمر بن خطاب يأخذ ويعمل بكل آرائه وصاحبا لا يستغني عنه ما كانش بيستغني عنه أبدا تمام وصاحبا لا يستغني عنه آآ وصدرا مغلقا على أسراره يعني حتى لما يقوله سر استحاله يطلع السر ده لأي حد ولا يقوله لأي حد حتى إن عمر بن خطاب كان لما يحب يقول سر يقوله يقوله لعبد الرحمن ابن عف لحد ما طعنه الأشرار طعنه مين طعنه عمر بن خطاب حتى طعنه الأشرار المتآمرون عليه وعلى الإسلام الناس لما كانت حقدة بقى على الإسلام وأشرفها على النهاية يعني خلاص أوشك بأن هو إيه يموت ينتقل إلى الرفيق الأعلى بسبب الطعنة ده فجعل يصارعها بقوة لا يجغله غير أمور المسلمين ومن يخلفه فيهم عمل بالضبط زي أبو بكر الصديق كان خايف على المسلمين لا تحصل بينهم مشاكل بعد وفاته وعايز يشوف برضو حد كويس يتولى خلافة المسلمين بعد منه بس زي ما انتم شايفين سيدنا أبو بكر الصديق حدد قال لهم أنا عينت لكم عمر بن الخطاب بعد ما خد رأي طبعا مجلس الشورى بس سيدنا عمر بن الخطاب ما عملش بقى زي سيدنا أبو بكر الصديق قال لهم أنا هعين لكم فلان لا ده هو اختار ستة وقال لهم اختار واحد من الستة دول يعني محددش واحد معين ده حدد ستة وقال لهم اختار واحد منه فبيقول لي هنا اين ولم يرد أن يتحمل المسئولية ولم يرد أن يتحمل مسئولية استخلاف أحد يعني محبش يتحمل مسئولية واحد ممكن ما يطلعش كويس ممكن الناس ما تحبوش ممكن الناس ما توفيقش عليه فهو مش عايز يتحمل المسئولية دي وطرك للمسلمين أن يختاروا للخلافة من شاءه قال بقى هم حرجين يختاروا اللي هم عايزينه تمام بس ما ساب لهمش الموضوع مفتوح ده اختار لهم زي ما قلنا ستة كويسين طبعا يعني من أعظم الصحابة وحاصر الاختيار في الستة دول في ستة من الصحابة الستة دول الرسول عليه الصلاة والسلام كان ميت وهو راض عنهم ودعي لهم كان من ضمن الستة دول مين بقاه عبد الرحمن ابن عوف يجتمعون ويتشورون يعني هم يجتمعوا الستة مع بعض ويتشوروا في من اتفقوا عليه اللي يتفقوا عليه فيهم هم الستة أصبح هو خليفة للمسلمين بعد سيدنا عمر بن الخطب وكمان سيدنا عمر بن الخطب زي ما حدد ستة حدد لهم وقته معين قال لهم بعد وفاة مثلا بفترة معينة لازم تكونوا مختارين مش تقعودوا سنة بقى ولا تقعودوا أكتر تختاروا في واحد لا بعد فترة بسيطة تكونوا لازم مختارين واحد ومحددينه تمام ينتهون فيه من ذلك الاختيار يعني لازم تكونوا محددين وتشوفوا أنت هتختاروا مين بالزبط تمام ده بقى بالنسبة لإيه لحداث الفصل السادس من خصة عبد الرحمن ابن عوف تعالوا بقى نحل تدريبات الفصل السادس السؤال الأول بيقول ليه ضع علامة صح أو علامة خطأ خلي بالكوا بقى عشان أنا مش كاتبة الإجابات لكن ركزوا معايا وأنا بقول الإجابات وطبعا انت لو عايز تعيد إجابة تانية ممكن ترجع وتسمع الإجابة كزا مرة ترجع الفيديو يعني مش انت اللي هترجع هترجع الفيديو كزا مرة وتسمع الإجابة مش الفيديو كله الحتة اللي فالإجابة اللي انت عايز أنا عندي هنا بيقول لي طبعا علامة صحة أو علامة خطأ اعترض عبد الرحمن ابن عوف على استخلاف أبو بكر لعمر يعني هو قال له لا أنا معترض أنه مش عايزه لا طبعا غلط بأسنى عليه غلط يبقى الأولى خطأ الأولى خطأ ايه التانية بقى كان عبد الرحمن ابن عوف أحد الستة الذين اختارهم عمر لتولي الخلافة من بعده صح طبعا نحن قلنا اختار ستة كان عبد الرحمن واحد منهم يبقى التانية صح التانية صح التالتة اعترض عبد الرحمن ابن عوف على قيادة عمر بن الخطأ لجيش المسلمين المتجه إلى بلاد الفرس صح والرأي ده قلنا كان بيوافق رأي عمر رأي عمر بن الخطأ كان كده برضو أنه ما يطلعش قائد للجيش يبقى الأولى غلط والاتنين اللي بعدها صح الأولى غلط والاتنين اللي تحتها صح السؤال التاني لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمن عبد الرحمن ابن عوف على كل عزيز لديه لكن الرسول بيأتمنه أكيد لأنه كان فيه صفات حسنة وصفات جميلة طيب إيه هي الصفات دي بقى قلنا كان معروف بساعة الأفق وندوج الرأي والأمانة على الأسرار والأنفس والأموال هقولها تاني لأنه كان معروف بساعة الأفق وندوج الرأي والأمانة على الأسرار والأنفس والأموال تمام بعد كده السؤال التالت بيقول لي خزانة ابن عوف الأمين مملوء علماً وآدباً ومالاً من اللي قال العبارة دي أنا أكيدت عليها وأنا بشرح قالها زي العبارة عمر بن الخطاب ومتى قالها احنا قلنا قالها لما عرف أنه مرض الطعون منتشر في الشام وهو كان دي عايز يدخل الشام عشان ينظم أمورهم بعد ما انتشر فيها الإسلام فلما عرف أنه منتشر فيها الطعون كان محطور يا ترى يدخل ولا يرجع المدينة مرة تانية فكان محتاج لدليل من السنة فما فيش حد من المسلمين كان عنده دليل فلما جاء عبد الرحمن بن عوف قال له دليل الدليل ده كان بيقول له أنه ما يدخل شي ما يدخل شي وأنه يرجع المدينة مرة ثانية طالما أن المرض ده منتشر ففرح عمر بن الخطاب بهذا القول ده بالنسبة لإجابة السؤال الثالث بعد كده السؤال الرابع بيقول لي كان عبد الرحمن بن عوف مستشارا للرسول ولأبي بكر من بعده ثم لعمر فعلى ما يدل ذلك من أخلاق عبد الرحمن بن عوف يعني بيقول لي عبد الرحمن بن عوف كان مستشار للرسول وللخلفاء من بعده فده بيدل على إيه بقى بيدل على إيه من أخلاقه يعني قلنا طبعا ده بيدل على نفس الصفات بيدل على إن واسع الأفق ونادج ناضج الرأي وأمين على الأموال والأنفس والأسرار وأنه رجل طقي وصالح وغير على الإسلام هنقولها تاني إيه معنى أنه كلهم يتخذوا مستشار بيدل ده على إيه بيدل على إنه واسع الأفق ناضج الرأي أمين على الأقوال والأسرار والأموال والأنفس وكان تقي يخاف الله ويغار على الإسلام لازم تحفظ الصفات ده هي اللي مكتوبة عندك في الدرس احفظ صفات عبد الرحمن ابن أفق بعد كده بيقول لي استعم بأستاذك وبعض الكتب من مكتبة المدرسة في الإجابة عما يأتي طب تمام إحنا أستاذك أهو بيقول لك هنا من الستة الذين اختارهم عمر ليكون أحدهم خليفة من بعد إحنا طبعا خدنا منهم مين عبد الرحمن بن عوف طبعا أكيد يعني هيكون فيهم عصمان بن عفان لأنه هو ده الخليفة اللي بعد كده وأكيد هيكون منهم علي بن أبي طالب يبا كده أخدنا تلاتة عبد الرحمن بن عوف وعصمان بن عفان علي بن أبي طالب التلاتة التانية بقى من سعد بن أبي وقاص وطلح بن عبيد الله والزبير بن العوام اللي هو زوج سيدة أسماء اللي متى هتدرسه قصتها في سنة أولى عدد إن شاء الله تمام كده نقولي الستة تانية عبد الرحمن بن عوف عصمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبعدين سعد بن أبي وقاص وطلح بن عبيد الله والزبير بن العوام بعد كده بيقول لي من من هؤلاء ستة اصبح خليفة بعد عمر بن خطاب كلنا طبعا عارفين ان الخليفة اللي تولى بعد عمر بن خطاب هو عثمان ابن عفان. ده بالنسبة لشرح الفصل السادس وحال التدريباته. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون فهمنا الدرس وياريت لو احنا فهمنا الفصل ما نبخلش بعمل اشتراك في القناة. وفعل زر الجرس عشان توصل بقي الشروحات. وانساش اللايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.